اشتركوا في القناة وادعو سبحانه وتعالى ان يوفقني للرشد لكن حبيبي احبائي في كل بلاد العالم لو ربنا شرح صدرهم نوصل الى كلمة سواء عاوزين نوصل لكلمة سواء ليه لانه نحن نقتدي برسول الله محمد في حل مشكلاتنا البيوت اصبحت مصدر وباء بالاكل الفاسد البيت فيه شبسي وفيه حاجات غلط وفيه بيبسي يعني انت تقول للناس ان البيبسي بيعمل فشل كلا وفشل كبدي وفيه ناس زبالة عايزة بيبسي والله العظيم بيعمل فشل كلا وكبدي عايزين بيبسي ماشي عمي ماشي حبيبي السهر في البيوت بيضعف المناعة تقول للناس يا جماعة والله العظيم السهر بيضعف المناعة هنسهر برده كل واحدة صحيين نوم الساعة 12 الساعة 1 يوم الجمعة اتلغت صلاة الجمعة فالشباب صحي الساعة 1 والساعة 2 اللي كان بيصلي ده دول كانوا بيصلي ليه يقول لك ما فيش جمعة ما انتو لغيتوا الدين خلاص نرجع نرجع الدين يا ربنا يبعثينا نبي تاني محمد تاني يرجع الدين اللي ضاع يبقى قابلني بقى لما تعود الناس ان فيه جامع ولا فيه صلاة ولا فيه بتاع الأكل الفاسد بوز المناعة والتكيفات والمروح بوزة المناعة والمحمول والكمبيوتر بوز المناعة والصهر في البيوت بوز المناعة والماء المسلّك بوز المناعة خالص أي عيّ الولد ولا بنته ما بيصدق للصيب جه يقلع هدومه ويمشي ملط قال لا عايز تمشي عريان فيه ناس كده لو سبتها تمشي بالشرطات من غير اي هدوء. لقوا ليه يمشي بالشرط. يعني الشرطة هيحرروا. يعني برضو يعني يمشي بالشرط. طب تجيب الدنيا حار. نعمل ايه? المفروض طبعا نمشي بعوراتنا في الشارع ونبقى زي الكلاب كده والقطط يعني مش ربنا كرمنا عن الكلاب والقطط. في ناس نفسها تبقى كلاب وقطط. يقول لك يا ريتني كنت كلبة. فالماء المسلك في البيوت يضع في المناعة. لما تعتش تشرب حاجة ايه? سخنة. التدخين في البيوت السجائر والشيشة. والناس اللي عملوا اسطح البيوت شيشة. تفتكر لو واحد لقى جماعة في سطح بيت بيشيشه. وصورهم. ينزل يشتكي. ها? يطيبض على الناس دي. احنا دلوقتي لقينا ناس عايزين بيشيشوا فوق وقعدين يشربوا جوزة وشيشة فوق السطوح. طيب اهو اخوكم بيقول لكم هون الحمد لله فريل اعداد بيقول لنا اني الاهو اللي قفلت بتقفل الباب. وبتطلع الناس فوق السطوح. بتطلع لهم برضو الحشيش والمخدرات والجوزة وكل حاجة فوق السطح. ايه رأيكم في الجمال ده? هنبدل على كده كتير? هل يا ترى? انا لو لقيت ناس بيشيشوا فوق. اصلا انا شفت بعناي. لو لقيت الناس بتشيش فوق. ها? اصورهم وابلغ عنهم. طيب صلى عن نبي. اجيب خرطوم ما وارش عليهم. طيب انا لقيت بقى جماعة فوق السطوح بيصلوا جماعة. اعمل ايه بقى? طب دلوقتي في جماعة بيشربوا شيش على سطح وجماعة تانين بيصلوا على السطح التاني. مين يبلغ على التاني? قص في جماعة عندنا في جامع الحصر ايه كانوا فاتحين الجامع وزحمة جدا. فالناس فرحة قالوا الحمد لله الجامع فتح. فراحوا عشان يصلوا لأم بيصلوش بيصوروا فيلم. هو مسموح لك ان تصور فيلم. لكن مش مسموح لك ان تصلي. يعني مسل انك بتصلي. لكن تصلي حقيقي. لا. الست الدكتورة الست الممثلة بتمثل دول دكتورة طبيبة يعني. فبتاخد على دور اتنين مليون. لكن الدكتورة الحقيقية يعني الدكتورة الطبيبة الحقيقية اللي 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 صغرت اللي اللي مع المرضى للنهار ما خدتش في الاربعين سنة في عمرها اتنين مليون. لكن الست الممثلة اللي بتمثل دور الدكتورة خدت لاتنين مليون اللي بتمثل اكرم. انت شايفين المعادلة? الست الدكتورة اللي لابسة بلطة ابيض وهي يعني ما تفهمش الطب حاجة خالص غير السيد دكتورة اللي عانت عمرها كله الظلم اللي بيملأ البيوت بيضع في المناعة الراجل اللي طرد مراته وعياله برا البيت عشان يقعد يشيش تصدقوا دي والله العظيم اعرف رجالة مش واحد ولا اتنين طردوا ولادهم وبناتهم برا البيت عشان يشربوا جوزة في البيت حلوة وبعدين روحنا نشتكي لاصحابه الحشاشين هو حشاش حشاش جدا فروحنا لاصحابه الحشاشين نقول لهم يرضي ربنا اللي بيعملوا الحشاش ده قالوا طبعا مزاجه اهم من عياله لان هو لو عنده مزاج كويس هيقدر يصرف عليه طيب يصرف عليه ومهما في الشارع لا مش مهم هم في الشارع زي مهم بس المهم ان هو يعمل دماغي آه طبعا خالص غير هنحرفوا لان البنات اللي طلعت في الشارع دي هتبقى هتشغل في الدعارة فعادي ابوهم بتاع مخدرات هم بتوع دعارة ايه يعني بس المهم من السادة الحشاشين حكا ممكن الحشاشين قالوا ان مدام الست زعلت معجوزة تخرج ايه وعيالها في الشارع والحشاش يقعد في البيت سادقة دي والله العظيم هذا حدث عشان احنا بقينا في اخر زمان فالظلم الذي ملق البيوت والاولاد الاباء الذين تركوا ابنائهم بدون مصاريف طبعا في ظل الازمة اللي احنا فيها في مصانع افلت وفي شركات افلت الناس اللي كانت موظفة هيعملوا ايه كسرة النزاع في البيوت طبعا احنا عادنا الناس في البيت الزم بيتك الزم بيتك انا معرفش ان الزم بيتك اللي هو هو بتخانم عمراته انها رياب تضربه هو بتضربه الزم بيتك الزم غيطك وبعدين انت فاكر ان البيت مش مكان وباء يعني فكسرت النزاع في البيوت تجعلها ايه مليئة بالوباء طبعا في النهاء جرائم قتل وكده طبعا احنا راحنا نستلم جثة من المشراحة لقينا المشراحة مليئة جثة يعني كل يوم تروح في المسترش لايه موت كتير جدا ولا الموت وقف الموت وقف الموت موقفش فالا انا عايز اقوله لك ان البيوت بقت مصدر للوباء عشان كده بقولك انه تعالوا نفكر التامس ولانا ثالث ورابع وخامس الرشدة اللي جاء دلوقتي عايز اقول انا عايز هذه رشدة تترجم الى لغات العالم لمقاومة الوباء لان الحلقة النهاردة كان ايه رشدة عالمية لمقاومة الوباء ادينا يا دكتور بقى واحد اثنين ثلاثة واحد لازم نقاوم الخوف والقلق والحزن لازم نعي الناس تدينا جرعات امل انا سعيد جدا بكل قيادة تقول للناس مش هنستسلم للخوف ولا الالب والله العظيم سعيد جدا بكل قيادة تقول للناس ابشرو ابشرو سعيد جدا بكل قيادة تنشر الناس الحالات اللي خافت مش حالات اللي متت سامعين الناس حتموت حتموت يا جماعة بوباء من غير وباء بحادثة عربية هتموت وهي نايمة في سرية هتموت وأنا لما كل يوم كنت ماسك رعاية مركزة في المستشفى كان كل يوم بيموت مني خمسة عشر أنا كان بيموت مني في الرعاية المركزة في الشهر ثلتمية في السنة حوالي ثلاث تلاف ده في رعاية مركزة مستشفى واحد. انا بقول اللي استاذنا في في معه دي الكلة كم واحد بيموتوا على ماكن الكلة? قال لي ستين الف. ستين الف بيموتوا بالكلة في مصر. كل سنة. ستين الف بيموتوا كل سنة. عدد الموتة بالسرطان في مصر اكتر من كده اربع مرات خمسة. حوالي تلتميت الف. عدد اللي كانوا بيموتوا في الرعاية المركزة بقولك في الشهر ها? تلتمية. في السنة تلات تلاف. عندنا خمسة ستة الرعاية مركزة. يعني بيموت مننا في المستشفى حوالي مثلا تلاتين الف في المستشفى واحدة بس. ما بالك بقيت المصربات. اذا الناس هتموت مدام في ناس بتموت في ناس بتتولد. مدام في اطفال بتتولد يبقى في ناس هتموت. طيب. يبقى لازم نقاوم الخوف والرعب والقلق. نمرة اتنين. مزيد من الامل والتفاؤل والحب. لازم حد نعينه يدي للناس جرعة امل كل يوم. ان شاء الله هنعدي المحن والله العظيم هنعدي المحن. اقسم بالله العظيم هنعدي المحنة مرت علينا اوبئة كثيرة. والله العظيم والله العظيم. عشت ستين سنة من عمري. كل سنة في وباء. المدرسة اللي بيبقى فيها وباء بتتقفل. لما حصل وباءهم في لونزة الخنزير والطيور. انكم مش عارف كنا في الفين وكام الفين واربعة مسلا. عيننا لجان آآ يعني لجان اطباء تعدي على المدارس وشوف دورات المياه وتشوف مش عارف ايه وايه. لجان الاطباء عدوا على المدارس بتاعتنا بعض المدارس قالوا ان مكتب المدير او نظر المدرسة زي دورة المياه. ما فيش دورة مياه في المدرسة. احنا مش مهتمين بدورات المياه ولا نظافة. انت عايز عايز صورة ترجع للمدارس. فبدل ما انا فرملت التعليم كان مفروض ان ابني دورات مياه في المدارس. صح. عايز اعمل بيوت صحية. عايز اعمل شوارع صحية. عايز اعمل وعي صحي. انت عاوز تقاومي الوباء ولا مجرد احبس الناس. احبس الناس مش هتخيف. والله العظيم لو الوباء جه اقسم بالله العظيم ليعدع ناس في البيوت. اي واحد نزل اشتري حاجة وطلع او اي واحد جايب للناس اكل في البيت ومعه وباء هيجيب للعمرة كلها وباء. ايه المشكلة يعني? يعني يعني ليس بقاهم في البيت والحل. انما المقاومة الوباء بمزيد من الاصلاح. بمقاومة يعني علاج الوباء بعلاج الظلم شوف انت ظلمت مين? انا واحد من الناس ظلم حد. خدت فلوس حد. موقف فلوس ولادي. واكل فلوس يتامة. ما دفعتش فلوس الاسنسير. في ناس عايزة ظلمتحية كده ما تفعش اللي عليه. اه والله العظيم في ناس في عمرات كتير عمرات كتير جدا فيها التحاد شغلين في ناس ظلمتحية مش عايزين يدفعوا اللي عليه. انا احضر واحد مريض وعمل عمليات وكده. قلت له تتلاقيك ما بتدفعش زكاة مالك. قال لي ما عنديش مالك عشان ادفع له زكا. قلت له تلاقيك ما بتدفعش اتحاد شغلين. قعد عشر شور ما ادفعش اتحاد شغلين. طب ليه? لا بيدفع ميا ولا نور ولا كزا. ليه 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 البلطاجة دي? مش دي حقوق الناس? نرجع حقوق الناس ولا بلاش? لا تدري لعله اللي يحدث بعد ذلك امرها. ما بين غمضة عين وطرفتها يغير الله من حال النحال. اعلم ان الله على كل شيء قدير. والله العظيم ربنا على كل شيء قدير. ايه اللي هيحصل بكرة? الله اعلم. عايز الكلام ده يترجم لكل لغات العالم? عاوز الكلام ده يوصل لكل بلاد العالم. عاوز حبايبي في كل بلاد العالم ونشروا هزا العلم. ونشروا هزا العلم. ان شاء الله في رمضان عندنا فقه كتير. فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه العبادة وفقه جديد جدا. ده انا هقول لكم على قضايا عصرية رهيبة كنت بديها الاي ما اسمها قضايا معصرة. ان شاء الله بإذن الله نقول لكم في رمضان انشروا هذا العلم وترجموا هذا العلم شكرا لمن ترجم هذا العلم شكرا لمن نشر هذا العلم ربنا جزي خير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته